كنت تحكين إلى غاية مطلعوا معنا مشاهدين الكرام كنقلكم صباحكم سعيد وصباحكم بروق وكل خير كنتم نوعة الله تكونوا على خير وخير إذا مشاهدين متسبعين أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا البت المباشر هنا في مدينة فاز وبالضبط منطقة سهريج قناوة كنت تشوف معنا هذا السيد عنده جديد الوليدات عنده واحد ابنتها في عمرها 8 سنوات مسكينة عندها إعاقة شميلة قال لي عانيت من خلاقة وانا كان سبق ونجري ومشي الهنا ونجري الهنا ما خليت لها طبيب ما خليت فين مشيت لحد الساعة ما زال ما عارتش المرض بنتي ما زال ما نصحني شنون دير كل واحد يقول لي عادي الخلي والساعة يحكي لنا كيف أشكتشف المرض بنته وشنو قال له في الطبيب وشنو معاناة لك يعني مع البنته السلام عليكم أخويا حدي السلام عليكم السلام عليكم بخير أموان مزين الله حفظك سيدي حكي لنا كيف أشكتش خلاقت ابنته وقال كيف أشكتش خلاقت ابنته بعد أول حاجة نشكتش خلاقت ابنته جزي لك الله خيرا سيدي أنا البنت ديالي خلاقت نهار جوج 5-2014 خلاقت في مستشفى الغسانين لأن في الحالة دياله نار اللي طلعت التخلاق مطلع لاش أكسيجين للراس نار اللي مطلع لاش أكسيجين للراس خلينا نعصت في القريعة 15 يوم ينعصت في القريعة أكسيجين سيطناعي وبعد ذلك كتشفت بأن البنية تم مكت بعد 6 شهر كتشفت بأن البنية تم تتحرك لم تتمشي لم تتطلعتها للطبيب أعطى ونين ديال لم تتطلع في مركب وتتبعتها الحالة قالوا لي البنية ديالك تطلعتها ليريم تطلع سكاني للراس قالوا لي البنية ديالك عندها الهرمونات الدراس ديالها ١٠٠ خليها ذهرمونات ١٠ ثم قابلك في طبيب الآخر بالمقل قالوا لي الهرمونات الدراس ديالها ١٠ قولت لأنا ماいうこと نتطلع عند الاختصاصي ونمت بثر كل شهر يقول لي عندها النوم متأخر لي بلا ما تضيع عندها إعاقة شاملة وكل شخص يقول لي أنا لم أفقدت الأمل وحالياً 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 طبيب جمعية الإعاقة شاهدتها لم يكن لديها حالة الإعاقة لديها خلال ولا أعرف نوع الخلال كدير ولا تحسون أول مرة في الطبيب ماذا قالوا لك؟ أول خطرة من ديسال الطبيب فجدرت لها السكانير وقررت الجواب لديها وقالوا لديها خلاياً لم تتجاوب لديها حالة الإعاقة أخصصيًا 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 لديها إعاقة شاملة كيفية إعاقة شاملة؟ أيها الإعاقة شاملة لا تتحدث لا تتحدث لا تتحدث لا تتجاوب كمال كمالي أخيها كيفية إعاقة؟ نوع الإعاقة هي عند البنيتة دابع حالياً لا تتحدث لا تتحدث لا تتحدث كنت تفهموا معاها وقدر تقول شكيش يهرس كلا شي حرق ولا شي حرق مي كجيش يهرس كلا شي حرق كتبقى تأسر احنا من خلال دباع حتى المسنين انا كان فهموها عشنو بغيت الماكلة كان ام ديالها كتوكلها كتبدلها ليكوش كتتغسلها كان ام ديالها يلي مقابلها ومتعب معها ام ديالها يلي يتعب معها حدا بالتواصل مي كتبقى تتاكل ولا تشرب ولا حشا كتدير شي حاجات ليكوش كان فهموها كان خلال حركة ديالها كان فهموها شنو يبغيتك اخر طبيب شنو قال لك اللي احد ساعد ما دهمتش شنو اخر طبيب حاليا ما دي ما متعديش وحد السيمانة دووزنا عندي شنو قال لك طبيب قال لي ما عنداش اعاقة عند هاي شي خالال طيبي ما عارفين لهش هاد الناس هدو شوف شو واحد اللي يساعدك وتكتشف الخالي المرض اللي بنت ديالك شنو كتطلب من المحسنين وشنو كتطلب من داكاتيرا ومشبعيات أنا كان طلب من المحسنين ما خلصني لها فلوس لتا حاجة خلصني شي حاجة اللي يوقفلي مع بنتي نشوف شنو المرض ديالها شنو بيش شنو المرض ديالها ما خلصني بحاجة بماديان ولا حنا الحمدلله من تكافئين باش ما قسم الله بالقليل ولا بالكتير أنا الحاجة الواحدة بغي بنتي الدواء تعالج حاجة شنو عندير خلصني بنتي التعالج أتمنى الرسالة لك تصل للناس كما سمعتم مشاهدين المتابعين قناة شوف تيفي أنا أخونا عديل عنده بنتي يقاس في جميع اللي يتخرفين الله يشافيها وشافي جميع بنتي المسلمين بنتي مسكينة ما كانت بلاش حركات ديالها مهمة إعاقدي لها بينا غي كيتعضر أن نبينوها تحسبن بزاة أشياء سي عديل ما كانت طلبه ولوك يقول كنا أنا كافي ببداري أنا أخدم على راسي أخبرك أنطقات اللي هنا وانطقات اللي هنا قال لك أنا بغيت شي جمعية ولا شي محسنين ولا شي دكتور دخل على الخط ليشوف معنا